وفق مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة يهدف مشروع القانون إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باستهداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي في بداية الجلسة أحال رئيس المجلس ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس وأضم جدول أعمال الجلسة تسعة طلبات مناقشة عامة حيث تمت الموافقة على تفويد مكتب المجلس لتحديد موعد للمناقشة لكل طلب من الطلبات مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لتكون في موعد واحد وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة وخلال كلمتها بالجلسة العامة أكدت وزيرة التخطيط هالا السعيد أن آخر قانون للتخطيط مضى عليه أكثر من أربعين عاما مما يستوجب تشريعا جديدا يواكب كافة التغيرات ومتصب إليه الدولة من تحقيق التنمية المستدامة القانون زي ما بقول لحضراتكم بيضع مجموعة كبيرة من المبادئ التخطيطية اللي بتعكس بشكل أساسي لاستحققات الدستورية لدستور 2014 والتطورات اللي شهدها علم التخطيط والممارسات الناجحة لها منها فكر الاستدامة العالم كله نهارده بيكلم عليه للحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة فكر التنوع قضية المرونة النهارده وقضية التنمية المتوازنة وقضية المشاركة والانفتاح على العالم لأن ده نهارده مفيش دولة المصرية هي جزء من العالم وبالتالي قضية الانفتاح على العالم وتشجيع الابتكار من القضايا المهم وخلال الجلسة تمت الموافقة على مشروع قانون التخطيط العام للدولة من حيث المبدأ كما تم فتح المناقشات لمواد القانون والتي شهدت الموافقة حتى المدى الخامسة بالنسبة لمواد الإصدار وبالنسبة للمواد الموضوعية فقد تمت الموافقة حتى المدى الرابعة بينما تمت مناقشة المدى الخامسة ولم يتم الموافقة عليها هذا القانون من القوانين المهمة التي تنظم عمل الدولة خاصة في المرحلة القادمة التي تتطلب باعتناق فكر التلمية المستدامة التي أطلقها فخامة الرئيس في 2016-2030 تتطلب جهود كبيرة جدا من الحكومة لإجراء التنسيقات اللازمة مع كافة الوزرات والجهات فيما يخص موضوع التخطيط نوع راعي للحفاظ الأمثل على موازنة الدولة خاصة في المشروعات الموجودة في محافظات الجمهورية المختلفة والقانون يتصق مع قانون المالية العامة وعدد من القوانين الأخرى ويمهد للامركزية في المحافظات ولذلك وافق من حيث المبدأ على القانون ويواصل مجلس النواب غدا جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين لسرعة إنجازها بهدف تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة